السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد اشرف من قناة منح من كل الالوان وان شاء الله بازن الله النهاردة هكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي حاب وضح لقناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر فرص ومنح دراسية بشكل مستمر فاريت تصفحوا القناة عشان تتعرفوا على احدث المنح الدراسية وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراكوا في القناة وتضغطوا على الجرس صغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهول طيب بالنسبة لمنحة النهاردة المنحة دي موجودة في دولة نيوزلندا واول ما تسمع دولة نيوزلندا يبقى انت كده بتسمع عن الدراسة في اقوى دولة من دول العالم تمام كده طيب المنحة دي منحة دي مقدمة من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزلندا تمام دي الجهة المانحة بالنسبة لمنحة دي موجهة لدرجة الماجستير والدكتراة ودرجة دبلوما تمام? اللي عايز يعمل دبلوما ايضا متاحة الناس اللي عايز تدرس البكاليريوس او ما بعد السنوية العامل اللي هو الليسنس غير متاح متاح ليك انك تدرس ماجستير دكتراة ممكن تعمل دبلوما تمام كده؟ طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن التمويل الخاص بالمنحة دي التمويل في الملحة دي تمويل ممتاز جدا. اولا انت بتاخد راتب شهري وقدر بحوالي 1400 دولار شهريا. تمام؟ معرك 1400 دولار شهريا بتاخده. كمان رسوم الدراسة بتكون مجانة. بيكون ليك مكافأة اول ما بتوصل لنيوزلندا المكافأة دي بتعادل حوالي 2000 دولار. بتاخدها طبعا ممكن تقدر تنظم بيها حاجات كتير زي معيشة سكن اي حاجة تمام؟ دي مكافأة انت بتاخدها عنده رسوم. كمان بيبقى معاك تأمين طبي في حالة تكليف العلاجة على حساب الملحة. كمان تذكر الطيران من بلدك الى نيوزلندا زهاب وعودة. وكمان بيعملوا ميزة السنية دي ان شاء الله اللي هي ممكن متاح لك. انك تحصل على تذكر طيران اثناء الدراسة مسلا في الاجهزة ممكن انك تنزل تشوف عائلتك وما الى ذلك برضو ده هيكون متاح ان شاء الله. وكمان بيوفروا لك طبعا تكليف الابحاث والطروحة اللي انت بتعملها يمكن. ده بالنسبة للتمويل فتمويل ممتاز جدا ممولة بالكامل وشاملة كل حاجة. طيب بالنسبة بقى للتخصصات المتاحة في الملحة دي. زي ما انا قلت هي منحة مقدمة من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة. يعني منحة حكومية. تمام? يعني مشارك فيها جماعات كتير عند الجماعات كتير مشاركة. آآ يعني متاح انك تختار اي تخصص من الجماعات المشاركة. تمام كده? مش مقيلة بتخصص معي الا عندك تخصصات طبية هندسية ادبية الامية كلها متاحة ان شاء الله. طيب هنا عندنا بعض الملاحزات الخاصة بالمنحة دي. ان المنحة بياجب سنك ما يلش عن 18 سنة ويفضل. طبعا مش الزامي ولكن يفضل ان سنك ما يكونش اكتر من 40 سنة. تمام كده? ده بالنسبة للملاحزات اللي عندنا. طيب بالنسبة كمال للدول المتاحة للتاديم. مش كل الدول المتاحة للتاديم في المنحة دي. عندنا دول معينة. زي المصر المتاحة. المغرب. الجزائر. تونس. وجيبوتي والاردن. تمام? دول الدول المتاحين فقط للتاديم. تمام كده? طيب. اه بالنسبة بقى للاوراق المطلوبة للتاديم في المنحة دي. الاوراق بسيطها مش معقدة. مطلوب طبعا السيرة الزيتية بتاعتك. كشف الدرجات اللي هو او شهادة التخروج. طبعا لو انت لسه بتدرس في المرحلة الحالية من البكادريوس اخر سنة بتقدر تقدم عادي. بتجيب شهادة السماء اللي قبلها. تمام? لو انت اتخرجتي بتجيب شهادة التخروج. كمان مطلوب مقالات بحسية لازم تعملها بشكل كويس. اه مطلوب اه خطاب نية. تمام? برضو تعمله بشكل كويس. وطبعا في مرحزة كمان حاجة انوية عليها ان يجب ان الشخص اللي هيقدم للمنحة ديه يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين بدوام جزء او سنة بدوام كامل. تمام? يعني يعني تكون في خلال حياتك مثلا اشتغلت بما يعادل كده سنتين. سواء عمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر او تطوع او مثلا اي حاجة من الحاجات دي. او مثلا انت اشتغلت سنة كاملة مثلا بعمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر. تمام? يبقى دي من برضو المراحزات اللي احنا رازم نركز عليه والشروط المهمة جدا. طيب بالنسبة لآخر معادل المنحة دي. المنحة دي يا جماعة لسه ما فتحتش. ان شاء الله هتفتح في خلال الايام الجاية. وهعلنوا كل التفاصيل الخاصة بيها. وهعلنوا كمان موعد انتهاء المنحة دي. تمام? فان شاء الله بازن الله آآ لما تفتح المنحة هنعرض ان شاء الله ازاي ممكن تقدم وهنعرض التفاصيل بشكل اكتر. تمام كده? طيب. عندنا كمان آآ بعض الاشياء لازم تعرفها ان كيفية التأديم للمنحة دي بيكون عن طريق ان فيه لازم بتملال. بعد لما بتملال ده وبتختار الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها. آآ لو تم قولك المنحة بتا تواصل مع الجامعة وبتخبرهم ان خلاص اصبحت طالب معاهم وبيتم ترتيب كل شيء عشان بتسجيله في الجامعة. تمام كده? طيب. كمان ما تنسوش حاجة ان طبعا قناتنا القناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي توفير منح دراسي مجموناة الوجود في الصين. خدمة التأديم بشكل احترافي لاي فرصة منحة انت عايزها. خدمة تجهيز الاوراق وخدمة الكورسات. وهي جميع عابط الخدمات دي موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وكمان انا اا يعني عملت لكم مقالة مشروح فيها كل الكنامة ان انا قلته موجودة برضو في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وان شاء الله الفيديو القادم اشارح لكم بالتفصيل كيفية الابليكيشن الخاص بالمنحة ان شاء الله لما تفتح. تمام? والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.